خبر تاني خص التنس الارضي طبعا حضركم عارفين التنس الارضي عدنا ملاعب في الجزيرة وملاعب في مدينة ناصر الخبر اللي معنا ختم ناجح لبطولة الاهلي لروادة تنس بفرق مدينة ناصر من ايام كان ختم بطولة الاهلي لروادة تنس الارضي اللي اتلعبت على ملاعب ندينة فرق مدينة ناصر في فترة من 7 احتى 10 اكتوبر اللي احنا فيه حفل ختم البطولة كان حضر وكبترأوف عبدالقادر مدير نشاط الرياضي بالنادي والعميد أحمد النحاس مدير فرع مدينة نصر وعدد كبير من أعضاء النادي وفاز معتز مجد مهران وصابر فتح شحاتة بمركز الأول ولو روحنا للمركز الثاني هل لقى اللي فازوا به محمود محمد مرسي وجهان فتح شهين وحقق ممدوح عبد الجواد المركز الثالث جهاز التنس بترقاسه كابتن طارق صبحي وبيعاونه عادل صديق ومعهم كابتن محمود عبد المبدي مدير فني واحمد مدير مدرب عام ومحمد الداودي مدرب وحسن صوفي مدرب للياق البدنية واحمد عبد غاني مدير إداية التنس الأرضي ليه شعبية كبيرة ولأرضية كبيرة جوا النادي الأهلي وناس كتير بيمرسوه زي سبح فالحقيقة ده التنس الأرضي كان لازم الخبر ده يكون معنا دي كده أخبارنا جوا النادي الأهلي